يا مسائل فل عاملين ايه? الاخبار وحشطونة. ااا الدنيا. ااا. قبل ما نبدأ كده بس سؤال استنكار شوي هو لما كابتن احمد دياب طلع اااا اتكلم على ااا اا ان منتخبات مصر بتاخد البطولات وتاخد انت ما لكم منتخبات ايه? انت عشان انت جاي ببراق ده زيز. ده سؤال استنكار يا موقع ديشيد بالمنتخبات وهو بعد القرى عاد يقول اللي شغلنا ده اثر على جودة وقيمة المنتخبات مش عايف هو مال الانجليزي يقدر يتكلم عن الاتحاد الانجليزي او اختصاصات الاتحاد الانجليزي او مزايا ومكاسب الاتحاد الانجليزي في كرة القدم مع المنتخبات الانجليزي فشيء مضحك لان هو شخص مش عارف اصلا اختصاصاته زي ما قلت تانيicho في بعض الشخصيات هبطت ببرشد على الكرة المصرية مش عارف اقتصادها ولا عارفها هي ايه ولذلك زي ما انتم شايفين النهاردة كابتن حازم امام بيقول لك اهلنا دي اخر مرة كابتن حازم امام قال لك دي اخر مرة بقى ما عادش بقى المنتخل الاندية مش هتوب قوة مننا وتاني النقطة وانا عارف الموضوع ده ممكن يزعى الناس كتير الاهل عمل اللي عملته اندية تانية قبل كده القصة مش قصة اهلي بس في الموضوع ده يا جماعة زميلها الزمالك ومنها بيرمتز خدوا لعبتهم وقت ما المنتخب كان بلع والاهلي طبعا متوقفلوش دوريات حاجوارات انت من ايام حسام البدري بالاخص من ايام حسام البدري كله قاعد يلعب في المنتخب كله قاعد يلعب في المنتخب فاتحاد الكورة اللي هو مش عارف اقتصاده طبعا لانهم مجموعة من المعينين مجموعة من المعينين جت فمش عارفين حاجة مش عارفين حاجة وانا بقولك كابتل حازم مع اول تصادم برضو قوة الاندية وجمهاريتها هتوبى اقوى منك بالاخص الموضوع لو زمالك واهلي انا بقولك هتوبى اقوى منك ممكن برمز عشان ملوش جمهور اه ماشت لو يدراع ليها او مش لو يدراع ده حق المنتخب بس عادي المهم كله ندخل فيه النهارده ده يدردشل التقبة قبل اللايف اصلا او قبل اللايف بحاول دقيقتين كده ببرى الموضوع نخش في موضوعنا اللي احنا كدبنا في الموضوع زيزو بجد بجد لانناس كتير جد سألتنا زيزو المعلومة اللي طلعت من الناس الزمالك الرسمية ان اللاعب مصاب او حتى مجهد حاولت اتواصل بزيزو عشان لايبا متكلم معكو على الله حاولت اتواصل مفيش تواصل مش قادر اتواصل راجل ما بيددش على اي اتصال او اي او اي فكرة فهطلع اقول ازاي اي سبب تاني انا ما معايش معلومه يعني ازاي خلاصناء المعلومة اللي عندي لحين اللي اللعب بقى تكلمنا معاة ودرنا نوصل لمعلومة هقولها والله لو كانت مستحقت هقولها انا قلتهاавно ترى حامد في مجده عادي قلتها عن اللاعبة كبيرة جدا في مجده وهي في اجمد حاجة هقول اللعب دا متخزل عن السفر لو تأكدت من المعلومة لانا فعلا والله ما معايها معلومة يعني للقصة ممعايش معلومة في القصة دي فازاي هاي اقول على حاجة وأنا ممعايش معلومة ممكن تكون فعلا الناس كتيركك كلمة على حوار المستحقات ممكن تكون كده فعلا حقيقة ممكن ما تكون غلط فأنا ممعايش معلومة حاجة ممعايش فيها معلومة ازاي تكلم فيها المعلومة اللي قدام العريضة اللي هي معلومة نادي الزمانك لأنها المصدر الرسمي الوحيد اللي طلع وبعد كده كمان الزمانك أعلى آج finely بيان اللي زيزو أخد أصلا مستحقاته ده كلام طبعا اللي عرفه بس اللي أنا عارفه بقى اللي دي مش المستحقات الكاملة ده اللي أنا أقدر أوصله لك طبعا الزمانيك طبعا بنشكر مجهودات رجاله المخلصين والمحبين وزي ما جينا على أستاذ أحمد فقد الوطن في لايف سابق الرجل بيشتغل بإيده وإسنانه وبتعاون مع الناس كلها علشان يخلص النهاردة كل الأزمات بتاعت الاتحادات بتاعت الاتحاد اليد وتاعت البسكت والتحاد الفولي عشان يعني يقدروا الفرق يعني تلعب يعني تقايد لعايتها لكن نتكلم بقى على النقطة التانية بتاعت مودست مودست جيت اتكلمت على مودست هنا ومميزاته وعيوبه والإزاي والأهلي واللي شافوا اللايف وحتى البرومو بتاع التحفة اللي تعمل بالنسبة لي كانت تحفة أوية لوية ريت كمان كتحت تضمنة كتتضافت فيه ما كانش هتكمل سوان حتى لو في سواني بس كتتوبة هتزيدوا جمالا لأنها حلوة فكرتها حلوة دومنا والطاولة بتوبة فكرتها حلوة جدا في فكرة اللي هم يعني ارتبطوا بالشارقة أكتر الألعاب دي مرتبطة بالشارقة أكتر عندنا يعني وهي من أحد المميزات اللي بتميز الأهوة المصرية اللي على أصولها يعني لكن النهاردة التصريحات اللي في الموقع الرسمي للنادي الأهلي يا جماعة هم مش معقولة يعني هي دي الفكرة اللي حنا بنتكلم فيها في الشعوب فكرة اللي ازاي انت بتقيا الراجل نفسه قال عم خالد عم خالد حبيب حبيب علامة انت لوحشنا أكتر والله الله أكبر الراجل نفسه قال أنا خلص يعني هلعب في مستويات أدنى وده طبيعي وبدهيات احنا هنا منكلم بالخطب العقول يا جماعة اي حد من عندوش العقول عايز يدخل ماشي مصدق الكلام ده احنا مش موجودين في الخريطة الرياضية العالمية بأي شكل من الأشكال لكن حد يقول لها سلحنا في أوروبا هو نفسه الرخ الشخص بلاش يا عم مش أجيب الكلام مننا ولا العقل ولا أي حاجة ولا الكلام ده بدليل لأي ناشئ في الأهلي زي أحمد مثلا عبدالقادر زي أي حد لو جالوا نادي درجة تانية ربما بيروح أي ناشئ في النادي الأهلي لو جالوا نادي درجة تانية في انجلترا هيروح النادي الدرجة التانية ممكن على فكرة مش ممكن معادة انجلترا استسنى انجلترا هو أصلا كمدة دلوقتي مصر بقت زي كمدة مصر ورأي بقى اوي من دوريات كبيرة على فكرة كمدة يعني عشان حدش قول لي المدة وبتاع لا والدليل نفس الكلام مش الزي أكبر نادي في أفريقيا في الهندبول ويعتبر أكيد مصنف من الاندهاء العالمية من الخمسة الأولى في الترتيب القري أكيد أكيد يا بدايات أو هتلاقي في العشرة الأول عشان ما نجزمش تمام بس كل ملاعيب يجيلوا نادي درجة تانية في أوروبا أكيد بيمشي مفيش يا جماعة موجب مقارنة ما نقارنش أصلا بمستوى فارق احنا فروق زمنية وفروق ضهوئية وفروق كواكب أخرى يعني ده كوكب تاني أوروبا عشان بس بنقف عنده ماشي أستاذ ماجدي بيقول لما خالد غندور قال ما هو احنا اضحكنا لما كان بيقول اللي مش عايف مين أفضل من كريستيانو أو أفضل مش عايف احنا كلنا بنضحك ولما خالد غندور قال للدوري لو انت فاكر الله أكبر قال للدوري مش عايف أهم من بطوط أفريقيا أو حاجة كده قلنا جماعة ازاي يعني ازاي فاكرين ووقفنا هنا وحادنا فيه كلام بيدحك ده كلام بيدحك ده كلام يدحك وبيدحك على عقول الناس وبيضحك الراجل ان هو هو نفس الراجل لسه ايه ده يعني جاي مستوى قدنى ازاي بقى الأهلي بعد ريا المدري يعني ازاي ازاي بس هو نفس الشخص عارف لو قالها من الأول عادي أشترا ولسه ايه لنا فجماعة ده تقاله طبعا يتقال كده لأن كابتن سيف زهر مبلح زائل جدا من مودست وقال له لا خد بالك يوع ده النادي الأهلي ده مش عاف مين ولو عشان طبعا الرجال الناس اللي بتقبقى عادة بالليلة عين جاية فعايزة وهي بتتعشى تلاقي اي حاجة تسمحها وتلاقي حد بيقول على احلى مكان في العالم واحلى استاد في العالم واحلى منظومة في العالم والدهولة 13 على العالم عالم مين احنا برا العالم احنا برا العالم احنا كلنا برا العالم احنا مش في العالم احنا مش موجودين اصلا ملناش اي عالم اصلا فنتكلم بقى على كمان نقتل بقى المهمة فده تصريح زي ما أشدنا بالصفقة وأشدنا باللعب أصلا هو لعب جامد على فكرة بس مش عارف هل التصريح ده ده ممكن يعني يكون معرفش لما الراجل فيه راجل جفل نص كده بين كولر ومسلمين سوارش عمل نفس الخركتين 3 دولار ما كانش عارف ما علينا إن الكلم بقى وأنا من صغري كنت بحب وحسيت بفرحة الطفل الصغير إن جاي أورو معانمر برضو بيقول كده المهم ندخل في القصة كلها وإحنا برضو بلتريع على الكلام ده لما بيتقال في السعودية صح قال العجل أخبار التشيرت الجديدة قلنا 25-9 فاكرين من زمان قلنا قوي قوي يعني 25-9 من زمان ندخل في قصة بقى أفضل رئيس دي النقطة المهمة أصلا في اللايف ده كله أفضل رئيس نادي في تاريخ نادي الزمالك عارف لو حد جي تكلم على أمير مرتضى منصور الراجل خلاص برا هو يا الراجل خلاص برا خلينا تكلم دقيقة عن أمير مرتضى منصور واتكلم على التصريح بتعميد النارد أمير مرتضى منصور لما أنت تتكلم عليه أو أنا أتكلم عليه أو أي حد تتكلم عليه راجل ده بقى اللي تقول له ما له وعليه ما عليه ليه هقول لك ليه دلوقتي لأنه في الآخر عمره ما ضرب بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور خلنا نقف على أرض الواقع ما هو نتكلم مع بعض ونتناقش عمره ما ضرب بنادي الزمالك معنويا افهم الكلمة يعني ماهنش تاريخ نادي الزمالك عمره ماهن مشجع في نادي الزمالك فده لما تيجي تتكلم عنه تقول والله أمير والله كان له إيجابيات اللي هو أجاب صفقة زيزو إيجابيات اللي هو مش عايف إيه وأنا تاني أنا والراجل برا وأعتقل كل الحسابات الفاستولوجية والكوكبية اللي الناس خلاص معدوش لهم ممكن يكون وجود في نادي الزمالك مرة أخرى لكن ده كلام للتاريخ الراجل ده أنا كان نفسي ينجح بقى ما انطل الله ليه شاب أنا نفسي الشباب ينجحه في نادي الزمالك أنا نفسي الشباب فعلا ينجحه في نادي الزمالك نفسي كان شاب وده قوة ألم الراجل أبوه كان ضمر كل الكوادر الشباب بالأخص ودمر كل الكوادر اللي كانت فخلاص بفكرة خلاص هو ده الحل الوحيد اللي قدامنا هو أبوه يسيبه ويشتغل وبتاعة كان نفسي ينجح ولكنه لم ينجح بل بالعكس أنا هقول لك شو برضو حاجة للتاريخ كان جزء من أسباب سقوط مرتضى منصور أمير وأحمد لما كنا حطانهم فاكرين الصورة بتاعت جمال جمال وعلاء فلما تيجي تتكلم على أحمد وأمير حتى في عائلة مرتضى الناس العقلة هتفهم ممكن تتكلم بملوة علي لكن لما تيجي تتكلم على مرتضى منصور مش هتتكلم بقى بالخير ولا هتقول اللي هو أفضل رئيس نادي حتى لو هو جايب فعلا كاسة العاملة عنده عشر مرات هو مش أفضل رئيس نادي ليه بقى كابتن ميدو هقول لك ليه كابتن ميدو عشان حنس كتنا كتير وما مش هقول لك محمود علاء بن قصين ولا هقول لك عمر خضر بن قصين لا هقول لك حاجات تانية تمام لأن أفضل رئيس نادي في التاريخ ما يقولش على لاعب من رموز النادي اللي هو كان بتاخد في خرابات أوروبا أفضل لاعب أفضل رئيس نادي في التاريخ ما يتقلش ما يقولش على على رمز من رموز النادي المفروض ولاعب من اللعبة المهمة في تاريخ النادي ولاعب كان مهم في تاريخ النادي اللي هو كان بيجي ساكران وبيدي التدريبات وهو ساكران وكان بفاطر في رمضان وجاب العمال ده مش ذاكرة سمك دي مش ذاكرة سمك ده جاب العمال اللي في النادي بالأجر بالأمر من الناس ما شافتكش وكان بيقول لهم ميدو كان بيجي إزاي كان بيقولوله ده ميدو كان بيجي فاطر وكان ميدو بيجي سكران وميدو 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 وخل الناس كلها تركبك قبلها الوقت ده بس مشا كلمك على ميدو خالص انسى ميدو افضل رئيس نادي اللي يقول لجمهوره هات امك انت اللي تدفع لجرس أفضل رئيس نادي اللي يتهم الناس وقول له أمك صاحبتي أفضل رئيس نادي ده الجمهور أفضل رئيس نادي اللي الجمهور كتير من الأكثرية من جماهير الناس زمانيك بتتهم والتهم مباشر في أنه جزء من من فقدان العشرين أفضل رئيس نادي اللي حبس جماهير النادي أفضل رئيس نادي اللي هان جماهير النادي أفضل رئيس نادي اللي هان تاريخ ورموز النادي الكورة والبسكت والسلة وكل الناس اه ده افضل اللي شتم حلم زمورة وقال اللي هو كان بيشرب ده افضل رئيس نادي هاميدو في تاريخ النادي انت اديته الشرعاء وهو دايما مدمن رهان قلتها لك من اربع شهور انت مدمن مدمن رهان على الحصان الخسراء افضل رئيس نادي اللي ماشى فريرا 14 وهو انت قلت لي بنفسك الجملة دي وانا هقولها لك وهو تاني اللي فريرا كان مهيأ تهيئة كاملة اللي هو يكمل مسيرة النجاح في الزمالك ويصل الى اسطورة من والجزيه ويبقى الاسطورة الزمالكوية بتاعت الزمالكوية زي اسطورة من والجزيه وكانها يحقق نجاحات كبيرة جدا عارفوا ميشي لها كابتن ميدو عشان الجمهور بيهتفله تخيل ده افضل رئيس نادي دي افضل عقلية رئيس نادي سيبك كمان كل الشتائم والسب واللعن في السب وعرض وهدق كل اعراض الرموز والجماهير والحاجات المالية بقى زي ما قلنا دي بقى لما تيجي الحاجات المالية بتاع مشان قول لان فيه رؤساء كل عن ديت مصر ليهم وعليهم فعلا ليهم وعليهم ممكن تتكلم على حاجات حتى المالية اخفاقات مالية صمصرة مالية فيه رؤساء في مصر ايش عايز اقول لي كنت تسأيل في المئة واكتر من رؤساء اللي عن ده في مصر كده عادي دي بقى تتقال اه والله ده لو عليه ده من الرجل وبعدين حتى بطولات هو يجي ايه في كمال درويش مثلا لو انت بتتكلم بطولات يا ميدو حتى ده اللي بكلمك على كمال درويش تكلم على كمال درويش اللي خد دوري ابطال افريقيا وخد دوري ابطال عرب وخد دوري ثلاث مرات كل دي في فترة انتخابية واحدة خد دوري ثلاث مرات وخد بطول دوري ابطال عرب وخد دوري ابطال افريقيا كانت فرقته من اعظم الفرقة بتلعب كرة وغير البطولات الاخرى الهاندبول والبسكت وقت ده زي ماك بياخد لوحده البطولات دي كلها زي ما أستاذ عبره ما حدش كامل بكله مستخبي لكن لما ديجي بقى في حاجات باينة في حاجات باينة أفضل رئيس نادي اللي قال لي فاروج وعفر مراتك بتروح لزكريا عزمي مفيش فجر أكتر من كده ده أفضل رئيس نادي الناس بوحدة فاروج وعفر ده بيدافع عنه قال له مراته كده وبيدافع عنه ده أنتو إزاي كده وقال له أنت يعتبر اتهمك بالشزوز وانت بتقول عليه أفضل رئيس نادي أنتو إزاي كده أنتو إزاي كده في أفضل رئيس نادي في إيه بقى يعني أفضل رئيس نادي في إيه في إيه قول لي حضرتها في إهضار المالي العامي المزري اللي عمله في تأجير المحلات بسنين قدام في التفريط في كل مواهب النادي وخاصة عمر خضر كافي كستا عشان كده هو أفضل رئيس نادي يعني كافي كستا ولا أنا مش فاهم أنا مش فاهم هو أفضل رئيس نادي عشان كده مثلا ولا أفضل رئيس نادي في إيه بقى أنت أزاي كده أنت أزاي بتنسى بتنسى إهانتك وبهدلتك واشتمتك وسبك كده بالنسبة بقى للصورة نفسها الرمزية عشان فيه ناس بتكاء حتى في الصورة دي لو رئيس النادي ده وليكن مثلا مثلا مستشار جلال إبراهيم أو جلال عامر أو اسمه أو محمد عامر جلال عامر ده مخرج محمد عامر كابتن محمد عامر أو 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 أي اسم أو شرين فوزي كان رئيس نادي فالناس جات كسرت صورته لأنه فاشل ده فعلا اسمه غلط كسر صورة مرتضى منصور هو على فكرة الصورة تحطت يعني الصورة اللي مزع عليك الصورة يا أيها الصورة اللي وقعت على الأرض الصورة دي تحطت تاني عادي يعني عادي موجودة وهتفضل موجودة ومش عايف إيه والتاريخ لن ينسى والتاريخ ما بنساش بس التاريخ هيفضل فاكر ده التاريخ هيفضل فاكر الحاجات دي كلها تمام فالصورة اللي حضرتك بتقدي رمزية للموضوع ما كنتش هناك ولا عرف ولا كنا هناك ولا شفنا المنظر يعني عشان ما حدش يقوله كان ممكن يكون خايف هي رمزية رمزية للظلم للرجل اللي عمل ممكن حد من الجماهير مثلا اللي كانوا عامل أنا ما عرفش مين والله فعلا بجد اللي عمل رمزية للفجر رمزية للظلم رمزية للتهمب للعنصرية رمزية الكسر العنصرية رمزية الكسر هاتك الأعراض رمزية للرجل اللي أهان كل التاريخ ده العريق ده كله دي كانت حاجة رمزية كانت لازم تتعمل صورة ايه اللي انتو زعنانين عليها وبتبكوا عليها يعني انت بكيت على صورة وما بكيتش على الجمهور اللي عرضه انتهك أكثر من مرة ما بكيتش على نفسك لما عرضك انتهك أكثر من مرة بكيت على صورة ايه اللي انتو بتتكلم عليها صورة ايه صورة ايه اللي انت بتقول لي عليها زعنانة صورة مرتضى منصورة الناس بتعمل حاجة رمزية ولا جايتش العنف على فكرة ولا حاجة ولا في حد من 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 قفلوله او من ديوله اللي جاء النادي مسلا حصل له حاجة ده صورة الناس شافت الصورة وهي طالع الصورة دي بتوبقى فينا يا جماعة عشان اللي ما دخلش النادي الزمالك في المبنى الاجتماعي الناس شافت الصورة رمزية لكل الغضب اللي جواهم رمزية لكل الاهانات اللي اتهانوها رمزية لكل الناس اللي تسجنت ظلم رمزية لكل الناس اللي تسبب فيه حاجات كتير جدا في حياتها في تدميرها رمزية لكل الناس اللي تسبب فيه اهانات ما بتخليه فيه بعض الناس يقول لك أنا ما قدرش امشي في الشارع بتتكلمنا على بنا دا معادي الصورة مش هنمحي يا سيدي قصر الفرعونية مش هنمحي قصر الفرعونية من على المعبت بتقلقش ده حاجة يا رمزية وتحطط الصورة عا فيك الصورة موجودة الصورة موجودة بالنسبة للطعن بقى كويس اللي أستاذنا فكرنا تمام بالنسبة للطعن مين بيدير الانتخابات يا حلوين عماد البناني مين اللي جايب عماد البناني وزير الشباب والرياضة أي عوار في الانتخابات أي عوار في الانتخابات حضرتك اللي مسؤول قدامي الراجل عماد البناني النهاردة ما بيعملش أي حاجة حتى الراجل الوحيد اللي بيشتغل معنا في المجلس أو بيتحرك مع الناس أو بيتحرك في حاجات حتى حوار الصلاة في ناس بتعمله يعني في حوارات كتيرة قوي مش فخر ده فيه ناس جابت نحن هنا يعني شوفي حاجات بتطبع مضحكة برضو يعني ما نفتخرش بها بتتقلش بس الوحيد بتحرك من مجلس واحد أصلا بيتحرك تنفيذي يعني ماهوش هو ماشي تمام أي عوار حضرتك جايب شخصا أصلا خيال ما يعتم ما بيعملش أي حاجة يبهو هجنت حضرتك قلت أسل هو إيه درجي محنك لأنه سوف يأتي يمر بالانتخابات إلى بر الأمان وأي عوار من أي نوع مسؤول عنه وزير الشباب والرياضة فقط لا غير أو الدولة بالاسم الصحيح الدولة هي المسؤولة عن أي عوار في الانتخابات لما فيش أي شخص تاني مسؤول لأن الدولة اللي عينت التلاتة اللي فاتوا التلاتة دول أو الرجل الرئيس اللجنة لما تغير يبقى حضرتك ما فيهاش دي مقفولة ضمرة أي عوار انتخابي بتاع الدولة رسمي ممثلة في وزير الشباب أظن كده الموضوع يعني مفوش كلمة يعني مقفول سك وبالنسبة ده قصة هو عمتا في مصر إذا قلت لكم الورق رجعوا أقوى الورق أقوى بكتير من أي قانون ومن أي يعني من أي سلطة الورق في مصر قصة تتلقيت فيها عوار فيها هيبها حاجات إدارية أي انتخابات في مصر مهيئة لكده أي انتخابات في مصر مهيئة لها تتعمل التحصين برضو لازم من عندك يا فند منت اللي عملت الانتخابات زي ما حصنت مجلس دارة الأهلي مرتين قبل كده لما جالك حكم القضاء يبقى التحصين لازم من عندك لأنك تبتعمل الانتخابات انت اللي عملها فأي عوار قانوني أو أي ورق مش عارف إيه أصل الورقة أصل فيه المادة رقم ربعمية تنين وتسعين في مادة مش عارف إيه بصوا بقى هقولك على حتة جديدة كمان مرتبطة منصور ببطل الانتخابات بطل مرة الانتخابات قدام ممضحها بس إزاي بيجيب ناس مسافر ده جديد منه هو كلام جديد منه بيجيب ناس مسافر وناس ماتت تمام وبياخد الكرنهات وبياخد الكرنهات تمام وبيدخل يصوت وبيها ناس بتوعون الكرنهات في مصر وانتو عارفين حتى البطاية أصلا كلنا شكل بعض يعني الناس اللي شكلها نيلي كده اللي هم الناس البني اللي شكلها دول بيدخلوا دول شكل بعض كلنا تسعين في الماء ومصر بين شكل بعض فبيدخل في البطاية يعني في الصورة بتاعة البطاقة عشان ما بيدخل يصوت وبيملأ الصوت ورقم الكرنه مثلا أو رقمه في التصويت مثلا ستلاف ربعمية اتنين وعشرين وليكن يعني فبرطاة منصور يصوت لما صوت قدام مضوحة بس فيروح عند القاضي يقول له بصة رئيس رقم ستلاف ودي حاجة مستحيل يجبها أصلا جابها إزاي عشان تفهم التزوير أو البطلا رقم ستلاف ربعمية اتنين وتلاتين ده ميت أهو يبقى في تزوير وسبعة تلاف ستمية وخمسين ميت أهو واخد الكرنهات دي وعارف اللي دول ميتين فعلا أو مش موجودين أو مسافرين وبيزبط ستفارهم ووقت البتاة ورقم ألف اتنين وتمانين ميت أهو مش موجود وصوت والتصويت كان فعلا بيكون قانوني لأنه واحد داخل مكانه من رجالته وبيصوت لممدوح حباس بالمناسبة يعني التلاتة أربعة اللي بيخل دخلهم يعملوا كده بيكونوا مصوتين للطرف التاني ويروح قدام القاضي مستحيل يكون عارف التسلسل ومستحيل يكون عارفوا ما صوتوا لمين ويروح قدام القاضي وبيتدلوا البتاعة فبيحصل العور في الانتخابات ده حاجة من ضمن يعني مليون حاجة ممكن تحصل ده حاجة هابلة من ضمن مليون حاجة تاني ده حاجة يعني بند ببلاش الكلام ده ف أفضل رئيس نادي اللي دخلنا في كل ده بقى أنه 25 سنة كابتن ميدو اللي بقى أنه 20 سنة كابتن ميدو أفضل رئيس نادي اللي استنى من نادي ده اللقاءات الدربيات فرق أربعة دربيات أو خمس دربيات بك كتير أصبح الفرق الوقتي هولامي ما عرفش الرقم كنا عملنا مرة الأحصائية وكتبناها اللي الزمانك قبل ما يمسك أعظم رئيس نادي قبل ما يمسك كان الزمانك متفوق على النادي الأهلي أفريقيا كان الزمانك قريب مش بعيد قوي كمان حتى في بطولة الدور اللي هي البطولة المفضلة النادي الأهلي والبطولة الكبيرة ما كانش الفرقات بالرقم ده لأنه لو قلنا من ألفين واربعة اللي هي ألفين واربعة يعني كم سنة ألفين واربعة الحد تلاتة عشرين تقريبا تسعتاشر سنة فيهم سنة الدورة لغة تمنتاشر سنة زمانك خدت دورة مرتين بس والأهلي سبعتاشر يعني حتى لو شلنا السبعتاشر من الأربعين بتوعات الأهلي هتلاقي رقم كبير جدا حتى الأهلي انفرض فيه ده أفضل رئيس نادي يا كابتن ميدو أفريقيا زمانك كان متفوق الدورة ما كانش فرق كبير الخزعبالي ده ماشي الـ الدربيات كانت قريبة جدا ده أفضل رئيس نادي يا فندم زمانك خدد الدورة تلات مرات عشان تلات مرات من الأربعة اللي هم مرت مرة أربعتاشر ومرتين الأخيرتين اللي هو ربع تلات مرات ده أفضل رئيس نادي فمش ممكن يا كابتن مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن. يعني الاهلي لو شلنا ستاشر من تلاتة وتسعة خمسة ستاشر من اتنين واربعين او تلاتة واربعين معرفش الاهلي بقى كم. هتلاقي كان يعني كام ستاشر من تلاتة حوالي سبعة عشرين دول قبلها. فحطرتك عطيته عطيته الشرعية لغاية اخر لحزة. وعدنا نقول لك انت بتمدلوا ايد الشرعية ليه? كناش راضيين نتكلم بشكل مباشر على حاجات كتيرة جدا. لكن مش ممكن يعني. مش ممكن ده استفزاز. اصلها زعلانة عالصورة. زعلتش على الامهات اللي تشتمت وتهانت وتهدق اعراضها. مازالتش عنافسك? زعلتش عنافسك? وانت بتقلك اللي انت شاز? زعلتش عنافسك دي فيها? وسكري وخمورجي ما زعلتش في الكلام ده? كارسة. كارسة بجد يعني انا قلت مستبق اي فوق طبها. لا انا مش ممكن. خلينا نتقابل على خير دايما. مراتين بس لان انا فوقها. اه انا اصلت تلاتة تلاتة يعني بتاع الزمان. ها. بتقل وبيتخد مش عارف ايه. افضل رايش نادي سابق. يا سكارسة. يلا مع اه. بتقابل على خير جدا توقعتك الانتخابات. الانتخابات ان شاء الله المفروض تخلص للقايمة الموحدة. المفروض تخلص للقايمة الموحدة. ده اللي انا اعرفه. لان الزمانيك لازم يبع عنده وده وده اللي قلناه يوم رحيل هزا المجلس الغير مأسوف عليه. ونقطة تاني برضو عشان الناس بقول لك مش موجودة مش هيبه لها حاجة. ممكن تيجي تتكلم على امير مرتضى منصور مسلا. لحد يقول لي والشركة تمام وهتقول برضو عمل وجاب زيزو على ضمانته. وزيزو ده لو اتباع المرة دي الخليج شوف بقى امير كان جابه لك. مسلا حاجات من حلوة الامير وحاجات زي. هتقعد تقول كده اي انسان مش امير بس انا مقودش امير عشان كأنه امير. انا بتكلم على الانسان. انا بتكلم على الانسان العمومي الانسان الطبيعي اللي هو حتى ابنه تقدر تتكلم عليه بما لا هو ما عليه وساعتها كنت لا. لو لو شالوا صور تقول اه والله طب هو الوات زنبه ايه مسلا ما عملناش حاجة مش هتمناش. بالعكس كان ممكن ينجح هو ما حبش ينجح. من غير بقى ما ندخل فيه. اولا كان عنده سلبيات وعنده ايجابية. انما ايه ده? دي لازم مش تتمسح من على الجدران. دي لازم تتحط عليها ميت نار وتتلغي الفترة دي كلها. زعيم محمد عبدالله حسن بقول لي خايف من اختلاف الجماعة. خلينا نشوف خلينا نشوف. ولكن ده توابي الراجل بيسألني رأيي يعني ما بقول له ده الافضل للزمج. هشام نصر على التالي هينجح معرفش بس انت بسألها بقولك قايمة والاتنين فيهم قوة قوة يعني هشام نصر راجل منظم وايدرجي من الدرجة الاولى وراجل مهزب وراجل شكل ده بقى شكل الزمالك والناس اللي شكل الزمالك لازم تدخل والمشهد التاريخي اللي حصل للكابتن حسين والناس كتير بدأت مش عارف ايه وازاي كابتن حسين يعمل كده حبيب ابو علي حبيب علي الفا وبروك المطعم العالم وكابتن حسين ومش عايف ايه وازاي كابتن حسين يعمل يا مش فاهم ارتباط رئيس النادي بالجماهير واللي يكون حافظ اغنية من 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 ده حاجة تبقى فخر للناس ولك لا يخلص الديون الاول واللي يجو بقى بتاعه للمستشار يعني هو ماله لسه برضه هو اللي عمل كل الماديونيات بتاعه اليد اهم اتدفعت الحاجات عمتا اتدفع بس هما مالهم يعني الناس اللي جاي بقولك ليه هو له نفس يرقص الماديونيات دي مين اللي عملها ياهبل الماديونيات دي مين اللي عملها مين اللي مخلاها مين اللي مركمها مين اللي مخلها كده كده مين اللي صرف فلوس لناس قبل ما يمشي عشان يفضل الخزنة فاضي فعل كده الكلام حتى وانت لجنة حاول تعال يعني اقول لهم يا جماعة كتبولي اقول ايه بس ما تخلوش النص تضحك علي بس نتقابل على خير دايما ان شاء الله لو في اخبار جديدة سلام وبكرة ان شاء الله هيبقى يوم طويل وحلو وقوي هنجيب لكم شوات حاجات انتم تحبوها بكرة ان شاء الله الرحمن سلام ونتقابل على خير